موسيقى النمسا تدعو لانهاء محادثات انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي حزب الخضر يستبعد استمرار الاتلاف الحكومي حتى الانتخابات المقبلة مكتب العمل يريد مائة مليون يورو لدمج اللاجئين في سوق العمل تقوط حافلة مدرسية من جسر يخلف جرحة محاولات لاعادة عروس داعش الى النمسا مع طفليها وغرق شاب سوري وصل الى النمسا قبل اسابيع في النهر بذيين مرحبا بكم مشاهدين في نشرة الاخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم دع رئيس الحكومة النمساوية كارن يهما الى انهاء محادثات انضمام تركيا للاتحاد الاوروبي نهائيا وبرر نيهما ذلك بسبب المخاوف من تدهور حقوق الانسان والديمقراطية التي ادت الى تجميد المحادثات في عام الفين وثمانية عشر بعد تحول تركيا الى نظام رئاسي واكد ان يهمر الى ان انضمام الكامل لتركيا الى الاتحاد الاوروبي غير ممكن وانه يجب انهاء المحادثات رسميا وتطوير نهج جديدا للتعاون وشدد على اهمية بناء شراكة جديدة بناء على الثقة المتبادلة في المجالات الاقتصادية والسياسية اعربت رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب الخضر النمساوي سيجراد ماور عن قلقها بشأن استمرار الاتلاف الحكومي مع حزب الشعب حتى الانتخابات البرلمانية القادمة في خريف العام المقبل واشارت ماور الى معدلات شعبية متواضعة للاتلاف الحالي فقالت ان الوضع السياسي يفرض انتخابات جديدة حيث لم تتمكن اي حكومة من الاستمرار في الفترة التشريعية الكاملة منذ عام 2013 واظهر استطلاع للرأي ان 52% يفضلون استمرار الحكومة حتى عام 2024 بينما يؤيد 36% انتخابات مبكرة بما يؤكد حزب الشعب على نجاح الحكومة الحالية واستمرارها حتى نهاية فترتها التشريعية طالب رئيس مكتب العمل في النمسا ام اس يوهانس كوبف بالحصول على تمويلا يتراوح بين خمسين ومائة مليون يورو لتعزيز دمج اللاجئين في سوق العمل المحلي وقدم كوبف اقتراحه خلال مفاوضات الميزانية لعام 2024 مؤكدا جهود ام اس لدعم اللاجئين في ظل نقص الموارد حيث يتم تسجيل حوالي 1200 لاجئ جديد شهريا وقال انه من بين 37 الف لاجئ يخضع 14 الفا للتدريب ويجب تعزيز البرامج التدريبية ودمج دورات اللغة مع التوجيه المهني والعمل مشددا على اهمية جعل الشباب مجغولين انتاجيا طوال اليوم لتعزيز فرصهم في سوق العمل سقطت حافلة مدرسية في مدينة كريمس بن نمسا السفلة من الجسر مما اسفر عن اصابة ستة اشخاص على الاقل ووقع الحادث صباح الاثنين حيث اصطدمت الحافلة بسيارة وانحرفت عن الطريق وسقطت من جسر بارتفاع اربعة امتار تم نقل الجرح بما في ذلك اطفال الى المستشفيات بواسطة فرق طبية وطائرات اسعاف مروحية بما تعرضت الحافلة لاضرار بالغة لدرجة انه يستحيل اعادة اصلاحها فقد باشرت الشرطة بالتحقيقات لمعرفة سبب الحادث من المتوقع ان تتخذ وزارة الخارجية النمساوية قرارا بشأن اعادة الشابة ماريا التي التحقت بتنظيم داعش في سوريا وانجب الطفلين هناك اتطالب عائلة ماريا بابنتهم التي غادرت سالسبورغ وهي بسن سبعة عشر عاما وانضمت لداعش وانجب الطفلين هناك وهي الان محتجزة في معسكر يديره اكراد متشددون منذ سقوط التنظيم والان يجب على النمسا اتخاذ قرارا بشأن عودتها تنادا الى شكوى عائلتها وتعتقد محاميتها ان هناك فرصا للفوز في المحكمة ولدى وزارة الخارجية شهرين لاتخاذ القرار غارق شاب سوري يدعى محمود الاحمد الادريس في نهر الدانوب في فيينا الاحد وذلك بعد ان قفز من على احد الجسور وقد حاولت فرق الغوص انقاذه لكنه تبين انه فارق الحياة قبل وصولهم اليه الشاب يبلغ من العمر ستة عشر عاما يعني قد قدم لجوءه الى النمسا منذ اسبوعين وهو يقيم في مركز لجوء في فيينا الحي الثاني والعشرين قادما من مدينة منبج في الشمال السورية وقالت الشرطة في بيان ان الحادث غير مرتبط بطرف ثالث ويقال ان الشاب كان مع اصدقائه عندما رأوه يغرق ثم تحدثوا الى المرة الذين اتصلوا بخدمات الطوارئ وهنا مشاهدين تتقدم اسرة النمسا ميديا بالتعازي لعائلة الفقيد في سوريا والمهجر كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم لمزيدا من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق انفو جرات على هواتفكم كنت معكم انا قتيب اللحام امسي يا سعيدة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة